الآن شاهدين الكرام نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة الأخبار الثانية لهذا اليوم بداية مع أبرز العنوين مجلس المزراء يوفق الإنجازات منذ تولى الرئيس السيسي في مجلد بعنوان حصاد ست سنوات في بيان له المركز الثقافي القبطي الأرسوزوكسي يحذر من أربعة كتب محرفة تهدف إلى هدم الإيمان المسيحي وإغلاق كنيسة القيامة بالقدس مجدداً بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى تفاصيل الأنبى أصدر مجلس الوزراء مجلداً يوفق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد تحت عنوان حصاد ست سنوات وأوضح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن المجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال المدة الماضية في مختلف القطاعات مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً منذ تولى الرئيس السيسي بتكلفة 2207 مليارات و300 مليون جنيه كما يجري تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة 2569 ملياراً و800 مليون جنيه التقى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اللواء ناصر فوزي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لمتابعة موقف حجز المرحلة الثالثة للخريطة الاستثمارية الصناعية وخلال اللقاء أكد اللواء ناصر فوزي أنه بشأن فرص وحبوزات المرحلة الثالثة فقد وصل عدد قطع المرحلة إلى 639 قطعة كما تم حجز 193 قطعة منها حتى السابع من يوليو الجاري وبلغ عدد المستثمرين المتقدمين 399 مستثمراً لتصل نسبة الحجز في المرحلة الثالثة إلى 30% حتى الآن ومزال باب الحجز مفتوحاً أصدر المركب الثقافي القبطي الأرثوزوكسي برئاسة نيافة أنبا إرمية الأسقف العام بياناً بشأن أربعة كتب محرفة تنشر بدعاً وهرتقات لهدم الإيمان المسيحي السليم وجاء نص البيان كالآتي نظراً للإستفسارات والاتصالات التي وصلت إلينا بخصوص الأربعة كتب المعنى الصحيح لإنجيل المسيح والبيان الصحيح لحواري المسيح والإنجيل قراءة شرقية وقراءة صوفية لإنجيل يوحنى نوضح ونؤكد أن هذه الكتب محرفة للنصوص ولم تصدر من دار الكتاب المقدس أو طبعت به وهو الجهة الوحيدة المنوط بها طباعة الكتاب المقدس في العالم وأن هذه الترجمة تنشر بدعاً وهرتقات لهدم الإيمان المسيحي السليم والمقصود من هذا التحريف نقض وهدم العقيبة المسيحية وإضاعة لهوت وجوهر السيد المسيح وأضاف بيان المركب الثقافي القبطي الأرسوزوكسي أن أصحاب هذه المؤامرة المتشعبة والمترمية الأطراف يستخدمون ترجمات فاسدة ذات صبغة أريوسية لإحياء هرتقات انتصرت عليها الكنيسة منذ قرونها الأولى واختتم البيان بالتحذير من هؤلاء الناشرين بأفكارهم وأتباعهم أعلنت السلطات الفلسطينية إغلاق كنيسة القيامة بالقدس مجدداً بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا كانت السلطات المسؤولة عن إدارة كنيسة القيامة أعلنت في مايو الماضي إعادة فتح أبواب الكنيسة أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا وأكد المسؤولون ضرورة التزام الزائرين باتباع بعض الإجراءات الاحترازية ومنها أن لا يسمحوا بدخول أكثر من خمسين شخصاً إضافة إلى وضع الكمامات والحرص على ترك مسافة بين كل شخص وآخر بحث وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بالمحافظات وأوضح الجزار أنه سيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات وتكريف الجامعات بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران ومن جانبه أكد شعراوي أن الدولة لا تسعى إلى إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة في هذا القطاع ولكنها تهدف إلى ضبط منظوبة العمران مشددا على ضرورة استمرار المحافظات في إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لردع المخالفين أكد وزير المالية دكتور محمد معيط أنه سيتم لأول مرة إتاحة تقارير منظومتي المعلومات المالية الحكومية والدفع الإلكتروني على نحو يمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من فحص الحسابات الختمية للعام المالي الماضي إلكترونيا وأكد معيط في بيان له على ضرورة المضي قدما في تعزيز الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة بحيث تشمل الحسابات الختمية جنبا إلى جنب مع إعداد وتنفيذ الموازنة بما يسمح بفحص الحسابات الختمية للجهات الإدارية إلكترونيا من خلال تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة لمتابعة المنظومتين على النحو الذي يضمن سرعة وجودة الأداء أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف طن وتلقى وزير الزراعة السيد القصير تقريرا حول الصادرات الزراعية من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعية دكتور أحمد العطار حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير لهذا العام وحتى الثامن من الشهر الجاري ومن جانبه أكد العطار أن عملية تكويد المزارع التصديرية من العمليات المهمة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج بما يسمح بمعرفة مصدر الشحنة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات التي انتشرت الأيام الماضية ومنها إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التبوينية وخصم الرصيد المتبقي بعددات الكهرباء المسبقة الدفع مع نهاية كل شهر وإعطاء الأطفال تطعيمات ضد الشلل تسبب العقم المزيد في هذا التقرير شائعة وحقائق ننشر الحقيقة من المصدر الشائعة تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء بشأن اعتبار الإجازات الاستثنائية ووجوبية لتتطلب موافقة أجهة العمل في ظل أزمة كورونا الحقيقة رئاسة مجلس الوزراء توضح أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار تطبيق قطة التعايش مع فيروس كورونا فإن سلطة المختصة بكل جهة تقوم بوضع ضوابط الخاصة بنظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقا لظروفها ولما تراه محققا لصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد توفيرا للحماية اللازمة للعملين بها والمترددين عليها الشائعة تجريع الأطفال حقا قطة تطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقمة الحقيقة وزارة الصحة والسكان تشدد على مطبقة كافة تطعيمات للمعايير الدولية وعدم تسببها في العقمة أو غيره وتؤكد أن لقاح شلل الأطفال بالحق نأسلك آمن تماما وبالمكان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر ولا يتسبب بأي أضرار للأطفال الشائعة انتشار مرض كواساكي بين الأطفال دون سن الخامسة في مصر الحقيقة وزارة الصحة والسكان توضح أن الوزارة تمتلك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعال بالاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتصرب داخل البلاد وتشدد على أن البرنامج لم يرصد أي حالات مصابة بهذا المرض في مصر نهائيا الشائعة صدور قرار بوقف استراد اللبن المجفف البدرة الحقيقة وزارة التجارة والصناعة تؤكد على استمرار استيراد منتجات الألبان المجففة البدرة وتشدد على أن جميع الألبان المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية بالدولة للتأكد بالمطابقتها لكافة المواصفات القياسية الشائعة وقف إصدار كافة ترخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي الحقيقة وزارة التنمية المحلية توضح أنه تم اتخاذ قرار بوقف حركة البناء وإصدار ترخيص العمارات السكنية فقط لمدة ستة أشهر في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية وعواصم باقي المحافظات مع الاستمرار في بناء المشروعات القومية والنفع العام والأنشطة الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والوحدات الصحية وذلك بهدف ضبط إقاع منظومة البناء والالتزام بالاشتراطات البنائية والترخيص الشائعة قسم الرصيد المتباقي بالعدادات مسبوقة الدفع للكهرباء مع نهاية كل شهر الحقيقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توضح أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفق سعر الشريحة لاستهلاك ولا علاقة لها بتوقيت الشحنة حيث يضف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي بالكرت حتى نفاده ولا يتم خصم أي مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على الاستهلاك الشائعة إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية الحقيقة وزارة التموين والتجارة الداخلية توضح أنه تم بالفعل طرح الكمامات على البطاقات التموينية بكافة منافذ صرف حصص الدعم منذ بداية الشهر الجاري بسعر ثمانية جنيهات ونصف الجنيه للكمامة بمعدل كمامتين لكل بطاقة تموينية الشائعة غياب إجراءة تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية الحقيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح أنه يتم تعقيم وتطهير كافة مباني المدن الجامعية والغرف الخاصة بالطلبة والطالبات بشكل دوري طوال فترة الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءة الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب وفق جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بكل كلية الشائعة رصوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات في حال الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات الحقيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح أن تغيب طلاب عن امتحانات السنوات النهائية لا يعد رصوبا شرط تقديم ما يفيد سبب الاعتذار عن عدم اداء الامتحانات قبل انعقادها وكذلك في حال الاعظار الطريقة والمراضية المقبولة والتي يمكن تقديمها في اي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد رصوبا وذلك مراعة لظروف الاستثنائية الراهنة الشائعة توقيع الغرمة المقررة على سيارات تريبتيك الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والاجانب رغم ازمة كورونا الحقيقة وزارة المالية تؤكد انه سيتم اعفاء سيارات تريبتيك الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والاجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد من الغرمة المقررة لحين عودة حركة السفر البرية والبحرية بين الدول بشرط استمرار صلاحية ضمان هذه السيارات وإرفاق إفادة من وزارة الخارجية بموقف المنافذ البرية والبحرية وذلك ضمن تيسيرات الجمهورية الجديدة في ظل أزمة كورونا الشائع استراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وترحوها بالأسواق الحقيقة وزارة الزراعة والسصح الأراضي تؤكد أن كافة الأسماك المتدولة بجميع الأسواق سليمة وأمنة تماماً وصالحة للاستهلاك الآدمي وتغضع للفحص والرقابة من قبل وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة بالرقابة على الصادرات والواردات بل إضافة إلى هيئة سلامة الغذاء وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين الشائعة تقليص لقعة الأراضي المزروعة بالقمح الحقيقة وزارة الزراعة والسصلاح الأراضي توضح أنه قد تم زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي إلى ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فدان مقارنة بثلاثة ملايين ومئتي ألف فدان خلال عام 2019 وتشدد على حرص الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها الشائعة نقل تبعية المحاجر البيطرية والمجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء مما يؤثر على سلامة عملية الفحص والرقابة على الثروة الحيوانية الحقيقة وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي تؤكد أن المجازر تتبع وزارة التنمية المحلية ولا يمكن نقلها بقرار من وزارة الزراعة وتشير إلى أنه قد تم البدء لتنفيذ خطة كبيرة لتطوير ورفع كفاءة المجازر وذلك بالتنصيق مع وزارة التنمية المحلية وكذلك يجري تطوير المحاجر البيطرية بشكل دوري وذلك في إطار حرص الدولة على الثروة الحيوانية الشائعة إعادة فتح قاعات الأفراح وذور المناسبات بدءا من منتصف يوليو الجاري الحقيقة رئاسة مجلس الوزراء توضح استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح وذور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتشدد على أنه في حل صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن ستم الإعلان عنها بشكل رسمي أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن النظام التركي أرسل مئات من الإرهابيين لدعم داعش بمنطقة الساحل والصحراء وأضح المرصد أن نظام التركي بقيادة أردوغان يسعى لتوسيع نفوذه في هذه المناطق وفق مخطط خبيث يستهدف السيطرة على الجزء الأكبر من القارة الإفريقية مضيفا أن وجود داعش في المنطقة يعزز من نفوذه وتمدده إلى غرب إفريقيا محذرا من تدعيات هذه المخططات التوسعية التي يقدم عليها الرئيس التركي حيث أن إرسال إرهابيين مرتزقة إلى ما ليعيد المخطط السورية والليبية في المنطقة ورياضيا يستضيف الليلة ريال مدريد نظيره دي بورتيفو آلافيس على ملعب ألفريدو ديستيفانو في تمام العشرة مساء ضمن منفسات الجولة الخامسة وثلاثين من الدور الإسباني ويسعى الريال إلى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد سبع وسبعين نقطة بفارق أربع نقاط كاملة عن ملاحقه برشلونة فيما يسعى آلافيس إلى الحصول على نتيجة إيجابية بغرض تأمين موقفه في جدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد خمس وثلاثين نقطة ونتعرف مع حضراتكم الآن على حوال التقص حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا مناخ حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة معتدل ليلا بمعظم الأنحى وإليكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظم غدا القاهرة الصغرى خمس وعشرين والعظم ستة وثلاثين واد النطرون أربع وعشرين أربع وثلاثين الإسكندرية تلاتة وعشرين تسعة وعشرين مطروح اتنين وعشرين تسعة وعشرين طنطة أربع وعشرين خمسة وثلاثين المنصورة أربع وعشرين أربع وثلاثين تمياط أربع وعشرين تلاثين بور صعيدة تلاتة وعشرين واحد وثلاثين الإسماعيلية أربع وعشرين ستة وثلاثين السويس أربع وعشرين ستة وثلاثين سانت كاترين ستاشر تسعة وعشرين شرم الشيخ سبع وعشرين ستة وثلاثين الغردقة ستة وعشرين ستة وثلاثين ألمينيا ستة وعشرين سبعة وثلاثين أسيوت سبعة وعشرين سبعة وثلاثين سوهاج 27-40 قناة 28-40 الأقصر 30-40 أسوان 31-41 شلاتين 29-37 وفي حلايب الصغرى 30 والعظم 36 نختتم جولتنا الإخبارية مع حضراتكم بتفكرة لأهم ما ورد فيها من أنباء مجلس الوزراء يوفق الإنجازات منذ تولي الرئيس السيسي في مجلد بعنوان حصاد ست سنوات في بيان له المركز الثقافي القبطي الأرسوزوكسي يحذر من أربعة كتب محرفة تهدف إلى هدم الإيمان المسيحي وإغلاق كنيسة القيامة بالقدس مجددا بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا قدمنا لحضراتكم جولة الأخبار الثانية لهذا اليوم المساة مشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة